السلام عليكم مرحبا لمتتبعي قناة الحميدي كنتمنى على انكم تكونوا على خير وباخر وخاء انني عارفكم بانكم متأزمين نفسيان ومرهقين جسديان وتالفين لكن فكروا دائما في ذلك النهار اللي غدي اتعلن فيه عن النتائج وتلقى رصق بانك يعني جتين نقطة زوينة اه حقيقة غتنسى ارهاق غتنسى ذاك العياء غتنسى ذاك ذاك التعب غتنسى كل شيء حقيقة احساس رائع جدا يا ربي يا ربي ما تحرمش شي واحد من هذا الاحساس هذا في هذا اليوم اذا مرحبا بكم اه في فقرات نسولك وجاوبني اه اليوم ان شاء الله غدي نكونوا مع السؤال العاشر اه اذا فالسؤال العاشر يقول ما الفرق بين مقدمة النص النظري ومقدمة النص التطبيقي لنفس الاتجاه الادبي الفرق ما بين مثلا مقدمة دي الاحياء النموذج المستوى النص النظري والمقدمة دي الاحياء النموذج النص التطبيقي ثم اه ايضا وان كان هناك فرق اين يتجلى هذا الفرق ان يبينهما اذا همطو التعليق اعطوني الجواب دي الكم والى الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة